لا يمر يوم على هذه الأرض إلا وهناك ضحايا كثر ليس فقط بسبب القتال والمواجهات العسكرية الممتدة خارطتها بل وبسبب وبأ الكوليرا الأشد فتكا بمصابي شعور مخيف يخيم على المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابات بهذا الوبأ لا سيما في صنع وتعز والحديدة وحجة وعدد من المناطق الريفية التي تشهد تدهورا للقطاع الصحي في الجديد أعلن مكتب الصحة بتعز عن وصول حالات الاشتباه بالكوليرا إلى عشرة آلاف حالة ستمائة منها إصابتها مؤكدة بالإضافة إلى 32 حالة وفاة أبناء المناطق الريفية في تعز ناشدوا السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية بالعمل على إيجاد مراكز لمكافحة الكوليرا في المناطق الريفية خصوصا في ظل الانتشار الواسع للوبأ محافظة ذمار لم تسلم من الانتشار المرعب للوبأ حيث توفي نحو 15 شخصا وأصيب نحو 250 آخرين في مديرية عتمة وعدد من المناطق المجاورة وقالت مصادر محلية إن الوبأ تفشى في المحافظة بشكل متسارع ليشمل عددا من القرى دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا تجاه هذا الانتشار عشرات المصابين بهذا الوبأ يقاسون الموت ولا يجدون أي رعاية طبية كما يؤكد المواطنون وهي دائرة لم يستطيع الخروج منها خاصة في ظل عدم مقدرة القطاع الصحي على مواجهة الكم الكبير من الحالات المصابة مناشدات عديدة يوجهها الأهالي وكافة القطاعات الصحية في المحافظات المختلفة لمكافحة الوبأ والمسارعة في إرسال الفرق الطبية وفرق الاستجابة الطارئة وتوفير الأدوية والمستلزمات لإنقاذ المصابين ترجمة نانسي قنقر